كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر الرحمين لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصتنا اليوم بعنوان العجوز وبناتها الثلاث وهي من القصص الخيالية المعبرة والمشوقة أرجو أن تنال إعجابكم إن شاء الله كان يا مكان وفي بلدة بعيدة وديعة تقع على ضفة نهر صغير رقراق كان يعيش هناك حطاب مع زوجته في كوخ صغير وقد من الله عليهما بثلاث بنات كبرنا وأصبحنا شبات في كنف الحطاب الطيب وزوجته وكان الحطاب يخرج كل يوم إلى الغابة القريبة يجمع الحطاب اليابس ويتوجه إلى البلدة حيث يبيعه ويشتري بثمنه حاجات البيت من طعام وشراب وعندما كان يكسب أكثر من العادة كان يشتري لبناته ملابس جديدة لقد كانت هذه العائلة تعيش على القليل مما يجمعه هذا الحطاب ولكن الحطاب وزوجته لم يشك يوما إلا أن زبيدة البنت الكبرى كانت دائما كثيرة الشكوى من الفقر وكانت تطلب دائما من أبيها أن يشتري لها ملابس جديدة لأنها كانت تحب نفسها وتغطر بجملها وتجلس أمام مرآتها وتحدث نفسها بأنها أجمل الفتيات ولا بد من يوم أن تتزوج من أحد التجار الأثرياء وأما البنت الوسطى سهام فقد كانت دائما مشغولة في تحضير الطعام والأكل ولا يهمها أي شيء آخر حيث كانت نهمة في طبعها وأما البنت الصغرى رغد فقد كانت مختلفة عن أختيها كانت دائما تساعد الأمة في عملها في المهام المنزلية ولم تكن تشكو من شيء بل دائما تحمض الله على نعمته إلا أنه كان هناك عمل واحد تشترك فيه الفتيات الثلاثة وهو إحضار الماء من النبع القريب الذي كان يحضر إليه أهل القرية ويحملون منه احتياجاتهم لقد كانت زبيدة وسهام تنتظرين للخروج إلى النبع لأنهم من خلال خروجهن تعرض كل واحدة منهن جمالها أماما مرين عند النبع وتحلمين بأن تتزوجاه من رجلين غنيين وفي يوم خرج الحطاب إلى عمله في الغابة كالمعتاد وعندما بأشر بالتقاط الحطب اليابس رأى أمامه أفعى تحاول الصعود إلى عش طائر لتأكل الفراخ وبسرعة الريح أسرع الحطاب ورم بفأسه على الأفعى فأصابت الفأس رأسها وقتلها في الحال وفي هذه اللحظة عاد الطائر إلى عشه ورأى ما حدث وعرف بأن الحطاب أنقذ فراخه عندما رأى الأفعى ملقاة تحت الشجرة توجه الطائر إليه وقال له اتبعني أيها الحطاب الطيب دهش الحطاب كثيرا من هذا الطائر إلا أنه تبعه حتى أعماك الغابة وبعد فترة من الزمن وصل الطائر والحطاب إلى شجيرة كبيرة عندها قال الطائر للحطاب هناك كهف خلف الشجيرة هذه أدخل إلى هناك وستجد هدية لك جزاؤك على إنقاذ فراخي وغادر الطائر المكان وأطل الحطاب من خلف الشجيرة وبالفعل وجد كهفا صغيرا مظظما جدا فقطع إحدى الأغصان وأشعلها ودخل إلى الكهف وهو يقول في نفسه يا للغرابة لم أرى الكهف هذا من قبل مع أني أتواجد في هذه الغابة منذ سنين طويلة ودخل الحطاب إلى داخل الكهف وكان خائفا من العتمة والظلامة الدامس وفجأة رأى شيئا يلمع اقترب الحطاب وقد رأى مرآة قديمة جلس على صخرة قريبة ونظر إلى المرآة وقال أظن أن ابنتي زبيدة ستفرح كثيرا بهذه المرآة وبهذه اللحظة التي ذكر بها اسم ابنته رأى ابنته زبيدة في المرآة وهي جالسة في غرفتها وتمشط شعرها وكم ذهل الحطاب لهذا الشيء الغريب كيف له أن يرى ابنته في المرآة وسرعان ما يعرف أن هذه المرآة سحرية حيث يستطيع أن يرى من يريد بذكر اسمه وفي الحال ذكر زوجته وما هي إلا لحظة ورأى بها زوجته وهي تعمل في البيت في كل همة ونشاط وبدأ الحطاب يطمئن على عائلته والبسمة لا تغادر وجهه إلا أن ما ضيقه هو عمل ابنتيه الزبيدة وسهام حيث كانت تهتمان بنفسيهما ولا تساعدان في عمل البيت لذلك قرر الحطاب بأن يبقي هذه المرآة سره الصغير وترك المرآة في الكهف وأكمل عمله كالمعتاد في جمع الحطب وعند المغيب توجه إلى البلدة وباع واشترى ما يريد لقد تردد الحطاب كثيرا بإخبار زوجته بالأمر إلا أنه في النهاية قرر أن لا يخبر أحدا وأن المرآة ستخبره بكل شؤون عائلته واستمر الحال على ذلك مدة طويلة يذهب الحطاب إلى الكهف وينظر في المرآة وعندما يعود إلى البيت كانت البنات يخبر أنه أنهن عملنا كل الوقت وقد ساعدنا الأم إلا أن الأم كانت تصمت ولا تذكر شيئا ولكن الحطاب كان يعرف كل شيء وكان يفاجئ الجميع بحديثه عما فعلناه في ذلك اليوم لقد كانت الدهشة كبيرة عندما كانت الأم والبنات يسمعن حديث الحطاب وكيف له أن يعرف كل شيء وهو خارج البيت لا بد أن هناك سر يخفيه عنهم ومضت الأيام والشهور وفي يوم مرض هذا الحطاب مرضا شديدا أعجزه وأقعده وكانت الأم تعتني به ليل نهار بينما كانت الأختان تتوجهان إلى النبع ليحضور الماء أما الأخت الصغرى رقد فقد اختورت أن تساعد العائلة بعمل أبيها في جمع الحطاب وبيعه في البلدة ومع أن العمل كان شيقا جدا إلا أنها لم تتذمر أو تشكو من شيء وفي ليلة شعر بها الحطاب أنه على وشك الموت ناد على بناته وزوجته وأوصل بنات برعاية أمهن وأن لا يتركوها وحيدة وبعدها طلب الزوج من البنات مغادرة الغرفة لأنه يريد أن يتكلم مع زوجته لوحدها وفي الحال تركت البنات الغرفة وأخبر الزوج زوجته عن السر الذي كان يحفظه في قلبه ودلها على مكان المرآة السحرية الموجودة في كهف في أعميق الغابة دهشت المرأة لسمع حديث زوجها وأطرقت شاردة الذهن تفكر بهذا الكلام وما أن نظرت إلى زوجها مرة ثانية حتى كان الحطاب الطيب قد سلما روحه إلى خالقها ومات صرخت الأمة بأعلى صوتها وحزنت كثيرا على زوجها وبدأنا جميعا بالبكاء لقد فقدنا الحطاب الطيب الذي كان يعيل هذه العائلة وفي اليوم التالي تم دفن الوالدي بمقبرة القرية بمساعدة رجالها الذين أحبوا هذا الحطاب لقد كانت الصدمة عظيمة للعائلة لذا جمعت الأمة بنتها وقالت لهن يا بنيتي الآن وقد توفي زوجي علينا أن نعتمد على أنفسنا في كسب العيش وأن كل واحدة من كنا عليها أن تعمل لمساعدة هذه العائلة وفي الحال قالت الصغر رغد سوف أعمل مكان أبي في جمع الحطب وأبيعه في البلدة أما الأختين اكتفيت في المساعدة في البيت والأمر الأهم هو إحضار الماء من النبع لقد كتب القدر على هذه العائلة الشقاء فترة طويلة والأمة كانت دائما تفكر بالسر الذي أخبرها به زوجها إلا أنها لم تذهب يوما إلى الكحف لأنها رأت أن لا حاجة لهذه المرآة لقد كانت الإبنة الصغر رغد تبذل الجهد الكبير لإطعام الأسرة ويوم بعد يوم أصبحت هزيلة وقد اصفر وجهها من العناء والتعب بينما الأختان تنعمان بالروحة في البيت ولم تعمل شيئا من أعمال المنزل لقد كانت الأمة تغضب لذلك إلا أنهما كانت يتضرعان بحجج كثيرة لا تعملن في البيت باستثناء التوجه إلى نبع الماء وعرض جمالهن على المرة لعل وعسى أن تتزوج من غنيين وتترك هذا الفقر المدقع وفي يوم عندما وصلت زبيدة وسهام إلى النبع بدأتاه بملء الجرار بالماء وهم يتحدثان عن أحلامهن وفجأة ظهر شاب على ظهر فرس حيث كان ينوء من شدة العطش اقترب منهما وطلب القليل من الماء فأعطينا الفتيات الماء له وهن ينظرن إليه بخجل ولكن الشاب أعجبا بزبيدة وبدأ يتودد لها بالكلام وسرعان ما وقع في حبها وعندما سألها عن بيتها وحالها أخبرته زبيدة بكل شيء عنها وعن عائلتها والحزن يملأ وجهها وكم كانت دهشة زبيدة عندما اطلب الشاب يدها ويريد أن يتزوجها لقد كان تاجرا كبيرا لا ينقصه لا ذهب ولا مال وفي الحال عندما سمعت زبيدة هذا الكلام وافقت على طلبه ودلته على بيتها وهي لا تصدق أن حلمها سيتحقق وأن تتزوج من رجل ثري وأن تعيش بسعادة وانئ ولكن سهام قد تملكتها الغيرة والحسد على أختها وكم تمنت أن تتزوج هي الأخرى من رجل غني ووعد الشاب بالحضور إلى بيتها في اليوم التالي لخطبتها وبعد أن تناول أنماء واستراح ودعهن وأكمل طريقه أما الأختين فقد أسرعنا بالعودة إلى البيت وكانت زبيدة تكاد تطير من الفرح وسهام تكاد تموت من الغيظ وعندما وصلنا إلى البيت أخبرت زبيدة أمها بما حصل وأن هذا الشاب سيحضر غدا لخطبتها لقد كانت الأم في غاية الفرح والسرور لأن ابنتها ستحقق أحلامها وأن تتزوجها وتغادر الفقر إلا أنها كانت تفكر بابنتها الصغيرة رغد التي كانت تضحي بنفسها وبشبابها لأجل هذه العائلة وعند المغيب أسرعت زبيدة لرغد لتخبرها بما حدث معها وكم كانت رغد فرحة لأجل أختها التي ستتزوج وتعيش حياة سعيدة وفي اليوم التالي وبعد انتظار طويل شعرت به زبيدة حضر هذا الشاب إلى بيتها واستقبلته العائلة خير استقبال وكان قد رأى القوخ الصغير وحال العائلة إلا أنه وعد الأم بأن زبيدة ستعيش سعيدة معه وخاصة أنه تاجر يملك الكثير من الأموال وسرعان ما تم الزفاف وتزوجت زبيدة من هذا الشاب وقد حمله معها إلى قريته البعيدة وادعت زبيدة أمها وأختيها وقد كانت في قمة السعادة والفرح وأزرفت الأمة الدموع لو داع ابنتها الكبيرة وكم كانت ستشتاق لها ولكن زبيدة وعلت الأمة بزيارتها بين الحين والأخر وهكذا أصبحت العائلة تكبد المشيق والصعاب أكثر وأكثر وخاصة أن العمل بدأ يزيد على أفراد العائلة كانت سهام تعيش هذه الأيام في ضيق وحزن بعد أن تزوجت أختها ومن اليوم عليها أن تحضر الماء لوحدها لقد كان الحسد والهم يملئان قلبها ومضت أيام وشهور كثيرة ولم تسمع العائلة عن زبيدة مما زاد حزن الأمة عليها ولكن كانت دائما تطمئن قلبها بأنها تعيش سعيدة وفي يوم من الأيام عندما كانت سهام تبذل وجهدا كبيرا في إحضار الماء رأوها شاب عند النبع فاقترب منها وطلب منها بعض الماء وفي الحال نظرت سهام إليه وقد أعجبها هذا الشاب لذا قدمت له الماء على استيحاء وهي تنظر إلى الأرض من الخجل وما هي إلا لحظات حتى أعجبا الشاب بسهام وأحبها لجمالها وحدث ما حدث مع أختها زبيدة فقد وعدها بأن يحضر في اليوم التالي إلى بيتها ويخطبها من أمها لقد كانت الفرحة تغمر قلب سهام والضحكة على وجهها وهي لا تصدق أنها ستتزوج وتترك القوخة والفقرة وأن تعيش مع زوج يحبها ويحضر لها ما تريد وعندما سمعت الأم الخبر من سهام حتى كادت تطير من الفرح والغبطة أخذت تقبل سهام وتهنئها على البشرة الصورة وعند عودة رغد المسكين من العمل فرحت هي الأخرى لأختها التي كانت دائما تحلم أن تتزوج من شاب وسيم ينسيها معيشة الفقر والكرب وفي اليوم التالي حضر الشاب إلى المنزل وسرعان ما تم زفاف سهام وفي الحال أخذها زوجها وغادرت بيت أبيها تاركة أمها وأختها رغداً مسكينة التي لم تكن تحلم بشيء إلا بمساعدة والدتها وغابت سهام مع زوجها عن الأنظار بعد أن ودعت أمها وأختها وكانت سهام تكاد تطير من الفرح لتحقيق حلمها وفي النهاية بقيت الأم ورغد في البيت لوحدهما وزاد العمل والهم والغم عليهم ومع أن رغد كانت مسورة بوجدها مع أمها وأنها تنفذ وصية أبيها إلا أن الأم كانت تتمنى وتضع الله أن يرزق ابنتها رغد زوجاً صالحاً يعتني بها ويرحها من تعبها وعنائها وغابت الأختين أشهر طويلة ولا خبر عنهما واشتعل قلب الأم بالشوق وكانت مضطربة جداً لهذا الأمر وأخيراً تذكرت المرآة التي حدثت عنها زوجها إلا أنها كانت تنتظر بناتها لزيارتها وتطمئن عليهن ولكن ذلك لم يحدث وزاد العمل على الأم بالمهام المنزلية ويحضر الماء من النبع بينما كانت رغد تقوم بما قام به أبوها الحطوب دون كلل أو ملل وكانت تشعر بسعادة كبيرة لأنها تعيش مع أمها وتخدمها لأن ذلك كان يدخل إلى قلبها السعادة والفرح وفي يوم توجهت رغد إلى الغابة لجمع الحطب وبعد أن حملت الحطب على كتفها وسورت فجأة تعثرت بحجر في الطريق وانزلقت رجلها لقد أصيبت إصابة بالغة ولم تستطيع أن تتحرك فبكت من شدة الألم ونادت بأعلى صوتها كي يسمعها أحد ويساعدها ولحسن حظها سامعها أحد الشباب المرين من هناك وقد كان يجر حماره المحمل بالقصب والقش وبسرعة توجه إلى الفتاة رغد وأنزل الحمل عن الحمار وأركب رغد وهي تبكي وتصيح وأخذها إلى بيتها بسرعة وعندما تعرف هذا الشاب على الأم وعرف حال الأسرة رق قلبه لحالهما وعاد إلى الغابة وحمل الحطب على الحمار وذهب إلى البلدة وباعه في المساء أحضر النقود لهذه العائلة الفقيرة لقد كان هذا الشاب شهما وطيب القلب وقد توسمت الأم العجوزة خيرا عندما رأته في المرة الأولى وأصبح الشاب يقوم يوميا بعمل ما كانت تقوم به رغد وقد عجبته الفتاة وأحبها لجمالها وعطفها على أمها وبذوا الجهد الكبير لتحقيق وصية أبيها ويوما بعد يوم أصبح هذا الشاب المعيل الوحيد لهذه العائلة وقد توطرت العلاقة برغد المسكينة التي لم تكن قادرة على الحراك لأيام كثيرة وأخذ على عاتقه إحضار الماء وتولي شؤون هذه العائلة ومر الوقت سريعا والعائلة تنعم بعطف هذا الشيء بينما الأختان لم تسمع عنهما الأمة لأشهر طويلة لقد كان الشوق يحرق الأمة لمعرفة أخبار ابنتيها ولكن كانت تفكر أكثر بمصير ابنتها رغد التي سرعان ما تقدم لخطبتها ذلك الشاف فرحوت الذي أحبها وبعد أيام قليلة على شفاء رغد تم الزفاف على فرحوت الذي كان فقيرا مثلها ولكنه يملك بين أضلعه قلبا كبيرا رحيما لقد كانت سعادة الأم لا توصف بزواج رغد ابنتها الصغرى ولكن قلقها كان على أختي هلتان غادرت المكان ولم تعود حتى الآن وطلبت رغد من زوجها أن يعيش في كخيهم المتواضع إلا أنه أخبرها بأن له أب كهل يقوم على رعايته ولا يستطيع أن يتركه وحده ولذلك سكن الحزن قلب رغد كيف لها أن تترك أمها وحيدة وهي تخاف عليها وخاصة أنها كبرت في السن وبكت رغد بكاء مرا على حالها ولكن الأم طمأنتها بأن هذه سنة الحياة ولابد لها أن تترك بيت أبيها وتعيش مع زوجها وإن كان بيته بعيدا عن أمها وبقلب يملأه الأسى والحزن وادعت رغد أمها والعبارات تنهيل على وجنتيها لقد تركت في البيت تعاني الوحدة والضجر وإن كانت المهام المنزلية قد قلت إلا أن الأم كانت تشعر دائما بشوق إلى بنائتها وأنها لم تعتد حياة الوحدة وفي يوم كانت الأم تجلس عند باب الكوخ وهي تستمع إلى خرير صوت الماء الجاري بجانب الكوخ تذكرت المرآة السحرية التي حدثها عنها زوجها وأنها بإمكانها أن تخبرها عن حال بنتها وفعلا لم تطل الانتظار أخذت عصوها واتكأت عليها وتوجهت إلى الغابة يصحبها كلبها الصغير لحراستها دخلت الأم إلى الغابة وهي ما زالت تتذكر إرشادات الزوج لمكان الكهف الصغير وبعد مسير ساعات وصلت الأم إلى الشجيرة وكانت قد أحضرت معها شمعة تبدد بها الظلامة الدامس وما هي لحظات حتى أشعلت الشمعة ودخلت إلى الكهف وسرعان ما رأت المرآة وقد وضعها الزوج على صخرة هناك أمسكت المرآة وأرادت الخروج من الكهف إلا أنها نظرت حولها وأرادت أن تستكشف المكان رأت تجويفا بجانب الصخرة وعندما اقتربت من هناك وأضاءت بالشمعة رأت في الداخل صندوقا كبيرا اقتربت من الصندوق وفتحته ببطء ونظرت بداخله وكم كانت الدهشة عظيمة عندما رأت الذهب والفضة والجواهر حيث كانت تلمع تحت ضوء الشمع الضئيل جلست على الصخرة وهي لا تصدق ما تراه وأخذت تحدث نفسها يا ترى من أين كل هذا الذهب هل كان زوجي يعرف أن صندوقا من الذهب في المغارة ولكن الأم لم تصل إلى إجابة غير أنها أخذت ما جاءت لأجله وهي المرآة لكي تطمئن على بناتها وعادت الأم سريعا مع كلبها إلى البيت وفي ذهنها العشرات من الأسئلة التي لم تعرف لها إجابة وأخيرا وبعد مشقة وتعب وصلت العجوزة الأمة إلى بيتها دخلته وجلست على الكرسي وسرعان ما نظرت إلى المرآة لكي ترى حبيبتها زبيدة التي لم تراها منذ فترة طويلة وذكرت اسم زبيدة وأخذت المرآة بالتحرك كالأمواج حتى بدأ للأم وجه ابنتها التي رأتها تجلس في غرفتها وهي تمشط شعرها كالعادة والضحكة على وجهها والذهب يملأ المرتبة من حولها عندها ابتسمت الأمة وأدمعت من شدة الفرح لرؤية ابنتها زبيدة الجميلة وفي ذلك الوقت التي كانت تشاهد ابنتها دخل عليها زوجها وقال يا زبيدة إنك تجلسين طوال النهار تمشطين بشعرك وتنظرين إلى مرآتك ولا يهمك شيء في البيت فقال الزبيدة ماذا تريدين أن أعمل؟ إن الخدم يقومون بكل أمور المنزل ولا حاجة لي بالعمل وعندما سألها عن أمها حيث قال ألا تريدين زيارة والدتك؟ ألم تشتاق إليها؟ عندها قال الزبيدة لماذا دائما تذكرني في فقري وبامي؟ لا أريد العودة إلى بيتي أو رؤية أمي فأنا هنا مسرورة جدا وعندما سمعت الأم هذا الكلام صعقت منه وأنزلت المرآة وقد خارت قوتها لحزنها الشديد لما سمعته من ابنتها زبيدة وأخذت تقول لنفسها إن هذه المرآة تكذب لا يمكن أن تقول ذلك زبيدة وأخذت المرآة من جديد وذكرت اسم ابنتها سهام وفي الحال تمواجد المرآة ورأت الأم بداخلها ابنتها سهام وهي تلبس أجمل الملابس ومن حولها الأثاث الفخم لقد كان بيتها في غاية الفخام والبهاء وكان الزوج يحدث سهام عن الأموال الطائلة التي يكسبها وأنه لا يملك الوقت للجلوس معه لذلك كانت سهام تقضي معظم وقتها وحيدة وتكاد تموت من الملل والضجري وعندما شكت سهام لزوجها اقترح عليها أن تزور أمها وبذلك تخفف عن نفسها من الوحدة والوحشة إلا أن سهام قالت دائما تذكرني بأمي وبفقري لا أريد الذهاب إلى هناك فقد كان حلمي أن أعيش في بيت كهذا ولا أريد أن أخرج من البيت حتى لرؤية أمي وصعقة الأم لما سمعت من ابنتها الوسطى سهام إلا أنها قالت لا بد أن هذه المرآة كاذبة وأن بناتي اشتقن إليه إلا أن زوجهما يمنعانهما وفي اليوم التالي قررت الأم أن تزور بناتها وتثبت لنفسها بأن المرآة تكذب وأنها لا تقول الحقيقة خرجت العجوزة من البيت وقد أخذت معها كلبها وتوجهت إلى البلدة التي تتواجد بها زبيدة وبعد ساعة طويلة وصلت الأم إلى ابنتها حيث سألت عنها في تلك البلدة كانت الشمس توشك على المغيب دقت العجوزة الباب وسرعان ما فتح أحد الخدم الباب وعندها قالت العجوز للخادم بأنها أم زبيدة وأنها جاءت لزيارتها طلب الخادم من الأم الانتظار وذهب إلى زبيدة في غرفتها وأخبرها أن أمها بالبيب ولكن زبيدة صرخت بواجهه وقالت بصوت عال لا أم لي أيها الوغد ربما تكون هذه المرأة متسولة اطردها في الحياة ولكن الأم سمعت كلام زبيدة وهي غير مصدقة وقد توقف الدم في عرقها وسود وجهها وشعرت أن قلبها توقف عن النبض وقالت في نفسها هل هذه زبيدة؟ أنا لا أصدق يبدو أني كنت مخطأة وأن المرأة صادقة في كلامها وعندما عاد الخادم ليطرد هذه العجوز وجدها قد ذهبت في حال سبيلها رحلة الأمة عن البيت وهي تجرجر رجليها وتتعثر في الطريق لقد كانت الصدمة كبيرة عليها وبصعوبات بالغة وصلت إلى مركز البلدة وجلست هناك لتستريحة من هول ما رأت وسمعت ومن شدة التعب غلبها النعاس ونامت في الطريق والكلب يحرصها وفي صباح اليوم التالي نهضت العجوز المسكينة وغادرت البلدة وتوجهت إلى البلدة التي كانت تسكنها ابنتها الوسطى سهم وبعد مشقة كبيرة وصلت الأمة إلى بيت ابنتها وطرقت الباب وفي الحال فتح أحد الخدمي الباب وأخبرته العجوز بأنها أم سهام وقد جاءت لزيارتها طلب منها الخادم الانتظار وتوجه إلى سهام وقد أخبرها بأن أمها واقفة عند الباب وبسرعة توجهت سهام إلى الباب ورأت أمها سلمت عليها وعانقتها ودعتها إلى الدخول وكم كانت العجوز فرحة وسعيدة بابنتها التي استقبلتها وقالت في نفسها كنت أعرف أن المرأة كاذبة ودخلت الأم وهي تبتسم وطلبت سهام من الخدم إحضار الطعام إلى أمها وبعد فترة قصيرة نادى الزوج على سهام فاعتذرت الإبن من أمها ودخلت إلى زوجها وما أن دخلت سهام إلى زوجها حتى أصبح يصيح بأعلى صوته ما الذي أتابها إلى هنا نحن لا نصرف عليها الأموال لقد طلبت منك الذهاب إليها لا أن تأتي إلى هنا لتعيش معنا وردت عليه السهام قائلة أخفض صوتك يا رجل لا أعرف ما الذي أتابها إلى هنا ولكن سرعان ما تتناول الطعام وتذهب سريعا لا تقلق يا زوج العزيز ولا تغضب وللمرة الثانية تسمع الأمة كلاما لم تتخيل في حياتها أن تسمعه وهنا صدمة أخرى لقد كانت المرآة السحرية على حق وفي الحال تسللت الأمة خارج البيت عائلة إلى بيتها لقد كانت تفضل الوحدة والفقر على أن تسمع هذا الكلام ابنتيها لقد كانت الظلمة صاحبها والحزن والأسى يرفرف حولها وكانت تشعر بأن الموت يلاحقها لقد أحزنها كثيرا ما رأت وسمعت ولكن ما باليد حيلة استمرت بالمسير لساعات وساعات حتى وصلت أخيرا إلى البيت لقد كانت مرهقة تماما من شدة التفكير والحزن لقد شعرت للمرة الأولى بحياتها بالضعف الشديد وأنها لا تقوى على عمل أي شيء وسرعان ما غطت في نوم عميق حيث أخذت الكوابيس والأحلام المزعجة تلحقها في النوم واليقظة وفي صباح اليوم التالي فكرت الأم بما حدث معها وأرادت أن تطمئن على ابنتها الصغرى رغد ولكنها كانت خائفة جدا أن تنظر في المرآة كي لا تنصدم من ابنتها الصغرى كما صدمت من أختيها ولكنها تمالكت شجاعتها وأمسكت المرآة وذكرت اسم رغد وسرعان ما رأت رغد بجانب زوجها في يقوخ بسيط وأخذت تنظر إلى ابنتها التي كانت مشتاقة إليها كثيرا وعندها سمعت ابنتها تقول لزوجها يا زوج العزيز لقد اشتقت لأمي وكم أود أن أراها وأزورها لكن الزوجة ذكرها بحال أبيه وكم يعاني من المرض وأنه لا يستطيع أن يتركه في هذه الحالة ووعدها بأن يأخذها إلى أمها عندما يطمئن على والده وعندما سمعت الأم هذا الكلام بكت من الفرح والسعادة وقالت يا ابنت الصغرى رغد يا نور عيني إنك تستحقين كل الذهب والجواهر فأنت الحنون الطيبة التي لا تتغير وفي الحال أنزلت العجوز المرآة وقد سرها ما سمعت وقد خررت الذهاب إلى ابنتها بنفسها وفي اليوم التالي ومنذ الصباح أمسكت العجوز بعصوها واصطحبت كلبها وتوجهت إلى بيت ابنتها رغد وبعد عدة ساعات وصلت الأم إلى ابنتها رغد دقت الباب وفتحت رغد الباب ومع أن رأت أمها حتى أجهشت في البكاء وحضنت أمها بشدة وهي تقبل يديها ورأسها لقد كانت رغد في قمة السعادة والأم لا تصدق أنها أخيرا رأت ابنتها الحبيبة ومع أن دخلت إلى البيت حتى جاء زوجها فرحات وقبل يدي أم رغد وسلم عليها بحرارة ودخلت الأم إلى القوخ القديم الذي كان حقيرا جدا إلا أن المحبة التي كانت تنتشر فيه لم تجدها في بيتي ابنتيها جلست الأم مع ابنتها وكان اللقاء حرا وبدأت رغد بالاعتذار من أمها لعدم زيارتها لكن الأم قاطعتها بأنها تعرف السبب وذلك لمرض عمها وعدم القدر على تركه لكن رغد استغربت كثيرا لما سمعت وعندما سألت الأم عن كيفية معرفة السبب ضحكت الأم وقالت لقد شعرت بذلك يا ابنتي لا تلقبالا فأنا بخير والحمد لله وأردت فقط أن أطمئن عليك وبعد لقاء عدة ساعات طلبت الأم المغادرة وقد اطمأنا قلبها على نور عينيها رغد ودعت ابنتها وزوجها وغادرت المكان ولكن هذه المرة شعرت بقوة في جسدها لم تشعر ذها من قبل وشعرت بالفرحة وكأنها تريد أن تطير بالهواء فلا شيء يعادل محبة الأم لابنتها واستمرت في المسيرة جذلانة والابتسامة تعلو محياها حتى وصلت البيت وهناك قررت بداخلها بأن كل الأموال والذهب سيكون من نصيب رغد فهي الابن الصالحة ومرت الأيام بسرعة وعندما كانت الأم جالسة تحت شجرة أمام البيت إذ رأت ابنتها رغد وزوجها يحملين الأغراض على الحمار وهم يقادمين إليها وسرعان ما عرفت بأن أبا فرحوت قد توفي قبل أيه وقد قرر السكن مع الأم العجوز واسة الأم الزوج وحاولت أن تخفف من حزنه على أبيه ورحبت بهما وقلبها ينبض بالعطف والمحبة وبعد عدة أيام من انتقال رغد للعيش مع أمها يرافقها زوجها الحنون طلبت الأم منهما أن ينتظريها في الصباح البكر وأن عليها الذهاب معهما إلى مكان هام جدا وعندما حاول فرحات للاعتذار لأنه يعمل ذلك اليوم أصرت الأم على أن يرافقها في الصباح وبعد تناول وجبة الفطور طلبت من صهرها إحضار الحمار معه وتوجه في الحال إلى الغابة وكم كانت تحن رغد إلى تلك المنطقة وكم أحبتها لأن هناك ذكر أبيها الحطوب الطيب وسرعان ما وصل إلى المغارة في داخل الغابة أشعلت الأم الشمعة تحت نظرات الدهشة والاستغراب من رغد وزوجها وحاولت رغد أن تستفسر عما يحدث إلا أن الأم كانت تكتفي بأن تشير إليها بالصمت دخلت الأم من خلفها رغد والزوج وسرعان ما وصلت إلى الصخرة واقتربت من الصندوق وطلبت من زوج ابنتها أن يفتحه لقد كانت الدهشة عظيمة لدى رغد والزوج عندما شاهد هذه الأموال الكثيرة والذهب الذي كان يلمع في ضوء الشمعة البسيط وهناك جلست الأم وأخبرت رغد بسر أبيها عن المرآة وكيف كان يعرف كل شيء كان يدور بالبيت وعن أخبار أختيها عندما ذهبت إليهما وكم كان الحزن يعتصر رغد لسمعها أخبار أختيها كم أسفت لحالهما ولكن السعادة ملأت قلب رغد وزوجها للكنز العجيب وعندما سألت رغد عن سر الكنز أجابت الأم لا أظن أن زوج عرف بأمره لأنه كان مخبأ وراء الصخرة ويبدو لي أن أبيك كان يهتم أكثر بأخبار بيته ولم ينظر حوله في المغر وبعد ذلك طلبت الأم من فرحات أن يقوم بحمل الكنز على الحمر وأن يعود جميعا إلى البيت لقد كانت الفرحة تغمر الجميع لأن هذه العائلة ستعيش أخيرا في راحة وهناء وأن المال سيخفف من عبئ الحياة ومشقاتها إلا أن قلب الأم كان يتألم لحال ابنتيها زبيدة الأنانية وسهام الطماعة وبعد أن عاد الجميع إلى البيت باع فرحات القليل من الذهب حيث شيد قصرا مكان الكوخ وأخذ يعمل بالتجارة بعد أن كان يعمل حمالا للبضائع وشيئا فشيئا تغير حال العائلة وأصبحت الأم تعيش في كنف ابنتها التي أحبتها بكل حب ووداد وقامت على خدمتها ليل نهار مع أن البيت كان يمتلؤ بالخدم والعاملات وأصبح فرحات من كبار التجار وقد أحبه أصحاب السوق والزبائن لطيبة قلبه وسخائه في العطايا لكل من كان يحتاج إلى معونة وكان يتصدق على الفقراء والمسكين وبما أن دوام الحال من المحال فقد تفاجأت الأم ذات يوم بأن ابنتيها قد حضرت إليها للزيارة لقد كانت الأم مدهوشة لذلك إلا أنها عندما عرفت السبب بطل العجب فقد عاشت زبيدة مع زوجها في رفاهية كبيرة إلى أن جاء يوم خسر زوجها كل ما يملك في التجارة وقد أصبحت تعيش معه في قوخ حقير وفي يوم هام على وجهه ولم تره بعد ذلك عندها أرادت العودة إلى والدتها بعد ندم شديد وأما سهام فقد هجم اللصوص على بيتها وسرق كل ما كان يملك زوجها من أموال وذهب وفقد كل ما كان يملك وعندما أدرك مصيره أصبح يجول الطرقات يصرخ لحاله وقد أصابه الجنون وقد ندمت سهام هي الأخرى على ما قامت به مع أمها وعندما وصل إلى البيت لم يعرفاه وبحث عنه طويلا إلا أن الجران أخبرهما عن الثراء الذي هبط على تلك العائلة فجأة وما كان الكوخ المتواضع أصبح قصر عظيم يملأه الخدم والحشم وما أن دخلت زبيدة وسهام ورأيت الأمة حتى خرت على الأرض تبكيان وتقبلين يديها ورجليها وتطلبين منها السمع ولكن قلب الأمة لا يعرف الكره والسوء وبكت الأمة وهي تحضن ابنتيها وقد سامحتهما على ما فعلته ووعدتهما بالخير الكثير وكانت الفرحة أكبر عند رغد عندما لاقت أختيها وكان اللقاء حور بينهن جميعا وكانت العجوز تنظر في المرآة لتعرف حقيقة ابنتيها إلا أنها تأكلت من صدق كلامهما وبعد ذلك عاشت الأخوات الثلاثة مع أمهم العجوز في محبة ووآم حيث كان يرعوهما جميعا الزوجة طيب فرحول انتهت الحكاية حيث كان يروح ك pamPe ولا ماختنا بدأت الحكاية لتreshold customized حيث محت null بتدمير رأج